اهلا بحراتكم مرة تانية طبعا الفرقة راجعت مبارح بالسلامة من تونس مباشرة بعد انتهاء المباراة توجهوا للمطار المطار خلال ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات إلا كانوا وصلوا للقاهرة سالمين وكمان رحلة كانت مهمة جدا وسعيدة رحلة العودة بعد هذا الانتصار المبدأي في بداية مشوار الأهلي في هذه البطولة القرية الهمة جدا اللي بينتظرها الجمهور دايما وللأهلي بصراحة دايما متفوق فيها بدليل ان انت بتوصل نهايات في عدد كبير جدا من السنوات بشكل متتالي يعني انت بالتحديد اخر ثلاث سنين انت موجود في النهاي اخر خمس سنين انت في اربع نهايات فدي كلها اندلة تدل على انك الفريق ده متمرس في البطولة دي ان شاء الله نستمر على نفس الناك وبإذن الله نقدر نفوز باللقب في نهاية هذا المشوار الصعب والمليء بالتحديات والمليء بالمنافسات القوية بكل تأكيد يعني فدي حاجة ايجابية جدا 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 لكن المفاجأة بقى المفاجأة ان زمن الاجازات انتهى داخل النادي الاهلي زمن الاجازات انتهى يعني فجئت قبل الحلقة احنا عارفين ان الاهلي خلاص رجع مبرح بالليل فطبيعي النهاردة اجازة مفيش تدريبات الراجل كلر واضح ان هو واحد ما بيهذرش هو واحد عنده اسلوب معين او طريقة معينة في الراحة والاستشفى ربما النهاردة يرجع التدريبات حضراتكم شايفين ايه لقطاطة ايه حاجة مفاجأة قبل الحلقة اتفاجئنا بيها يعني بالمناسبة يرجع النهاردة تدريبات ربما بكرة يدي اللاعبين راحة حسب البرنامج بقى اللي هو بيحطوا لأي مرحلة من المراحل في بطولة الدور فحتى قبل الحلقة سألتهم طب يا جماعة التدريبات دي كاملة العدد يعني الناس كل اللاعبة موجودة للعب وباللي ما لعبوش قالوا لي اه كل الناس موجود فجأة كده قالوا لي اه فجأة كده فادي التدريبات حضراتكم شايفينها في اللحظات دي بتقام في النادي الاهلي ملعب واستاذ مختار التتش بالجزيرة واستعدادات مستمرة استعدادات مستمرة للمرحلة المقبلة عجبني الروح اللي عند الراجل نفسه الروح الدعابة والفكاهة بتبقى على حسب في بعض الأوقات حاجة عصبية كمان التعامل النفسي ما بينه وبين اللعيبة اللعيبة كمان حتى بعد الهدف عبد المنعم جيري عليه اللعيبة كلها التفت حوالين المدر فهو عامل حالة جيدة جدا بخلاف تصريحه بعد المتش قال لك عبد المنعم كان لازم ياخد انذار عشان كان يعورني في رجلي وكان هيجاب لي إصابة يعني نوع من أنواع ايه الدعابة المطلوبة اسلوب معين في التصرحات إزاي تقدر تكسب اللعبة نفسيا أنا بشوف أنه هو ناجح لحد دلوقتي في جزئية زي دي ناجح كمان لأنه يلم الجهاز فاني كله حواليه حاجات كان ممكن ممكن في بعض الأحيان كنا بنفتقدها بشكل كبير لكن عودة الثقة والبداية المناسبة دي ده أمر كان مهم جدا اللقطات اللي حضركم بتشوفها دلوقتي دي اللقطات من التدريبات بشكل حصري التدريبات اللي ابتدت بالضبط الساعة خمسة يعني قبل خمسة وعشرين دقيقة أو أقل كمان من دلوقتي وبيستعد من خلالها النادي الأهلي للمباراة المقبلة يوم السبت اللي جاي وأكيد هتكون تدريبات استشفائية بالمناسبة للبعض بالتحديد العناصر اللي شاركت بشكل أساسي لكن في المقابل العناصر الأخرى اللي ما شاركتش أكيد هيكون عندهم نوع من أنواع التدريبات البدنية والفنية المكسفة وأديكم شايفين التدريبات بحضور كامل العدد لكل اللاعبين سواء اللي شارك أو اللي ما شاركش فدي كلها جزئيات غاية في الأهمية وأعتقد حالة التفاعل الكبير عند جمهور النادي الأهلي الزواق بشكل كبير جدا ويه الواعي قوي قوي بتتمثل في أنه شايف أن الفريق استعد في شكل كويس لمسلم الجديد شايف كمان الفرق أمبرح في الملعب بتكسب بتأدي في شكل كويس والله انفجأت أمبرح ناس تقول بعد الشرط الأول وخلوا بالكم يا جماعة لأن والله العظيم دي سياسة بتتبع من البعض سياسة بتتبع من البعض يقول لك ايه والله بعد الشرط الأول ايه عم ده الفرقة مفككة مفككة ايه الرجل الحمنا بقى يا أخي الحمنا بقى ده مش واحد أهلاوي بالمناسبة أنا واصل إن ده مش أهلاوي أصلي مش عارف اللعبة مش عارف تعمل الرجل ده ما عندوش فكرة ده مدرب تعبان لا ناخد بالنا بقى من الحاجات اللي زي دي احنا دقنا الكلام ده خلاص الفترات اللي فاتلت كلها أيام مسلماني وأيام سوارش حتى لو سوارش ما كانش هو المدرب يعني الأنسب بصراحة بالنسبة لنا لكن خلاص ناخد بالنا ونتعلم بقى نتعلم من الحاجات اللي زي دي ما نخليش البعض اللي بيحاول ونهو ينفذ أجندة وسياسة محددة كنوع من أنواع بس الشكوك ما بين الجمهور وفرقته الكلام ده مش هتكرر تاني الكلام ده ناخد بالنا منه كويس جدا لأن خلاص بقى شبعنا منه وفهمناه قوي وحفظناه جدا ففرقتي اللي مفككة يا راجل انت بتفرجع ماتش تاني أنا عذرك لأن أنا عارف انت عايز ايه بالزبط أنا عارف انت عايز ايه بالزبط ودي سياسة الناس بيتحاول تنفذها خارج الملعب آه فيه منافسة جوة الملعب لكن فيه ناس تانية تقولك أنا هأثر كمان على النادي وعالفرقة والإدارة واللعيبة والجهاز الفني والجماهير خارج الملعب عشان ده هيساعدني في المنافسة جوة الملعب فبعد الأحيان فيه ناس نجحت في كده وانا باعترف ومؤكد على حاجة زي كده لكن خلاص الكلام ده مش هتكرر فالانتراك الكويس عشان بس ما طولش في الحتة دي دي لقطات المران دلوقتي ولقطات مهمة انبارح كمان كان فيه قرعة الدوري بالنسبة للبطولة اللي هتبتدي يوم موسيقى